موسيقى السلام عليكم معكم سوفير المرزوقي من قناة سوفير المرزوقي مساعدة المهاجرين في اسبانيا اليوم اشتريكم موضوع العزل من العمل من بعد ان اتعمل كيف تقوم بطلب العزل بطبيعة الحال بزادي الناس تجدوني هذا الموضوع نرى التعليقات ونرى الناس في اللايفات كيف يسؤولوني على هذا الموضوع هذا الموضوع لا نستطيع ان نظر عليه في اللايف بالنسبة للناس من اول مرة يرى القناة سوفير المرزوقي هذه القناة مختصة في القوانين الشغل وقوانين الهجرة بصيفة عامة في اسبانيا الي كنت مهتم ب هذه الأمور وكملت الفيديو تلخر لا تنسى التشارك في القناة سوف يكونوا فيديوهات بثاف ومواضيع كثيرة نبدأ في الموضوع هذا الموضوع ستعرف اول حاجة بانك باش تدوز من العجز المؤقت من العجز المؤقت وشنو هو العجز المؤقت العجز المؤقت ستستمنى انت وداز من الاخر وداز من الاخر شنو هو العجز المؤقت وهو الشهادة الطبية التي تأخذ من الطبيب وتقدم هذه الشركة في حيث تكون لا تستطيع الموضوع هذا يسمى العجز المؤقت ويستطيع المؤقت ويستطيع المؤقت هنا نرى الحالة مثلا ويستطيع المؤقت مستعصي ويستطيع المؤقت ويستطيع المؤقت ويستطيع المؤقت للمجانات ويستطيع المؤقت أعلى العجز المؤقت هنا يستطيع المؤقت شركة هنا تقوم بتعرف بطبيعة الالتابة تعمل مايشتري في العجز الدائم يعني هنا تستطيع البعض ويجب أن تكون دستي من بعض المسائل التي سنشرحها لكم بالتفصيل أول شيء ستعرف بأن كيف يمكنك تدوز هذا العجل من المرحلة للمؤسسة هذه المؤسسة اسميتها هنا بالإسبانية الإنس إنس يعني Instituto Nacional de la Seguridad Social هو الشرح بالعربية المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي هذه المؤسسة هي التي تشاهد الحالة ويجب أن تدوز عند تريبونال ميديكو وهو واحد القاضي الذي يشاهد الأمر ويكون على طريق أطباء اختصاصيين وعندهم اختصاص في ذلك الأمر هنا أول شيء ستعرف بأن تدوز هذا العجل يعني أول شيء ستقبط هذا الموعيد فين ستقبطه؟ هذا الموعيد يمكنك تصل بسنتر السيغوردة السوسيال الذي يتابع لك في الجهة وفي المنطقة التي تكن فيها وتطلب موعد يمكنك تستخدمه من غير الموعد وتعيطهم بالتليفون وتمشي تأخذ المعلومات من السنتر السيغوردة السوسيال الذي قريب لك في الجهة لك وتعيط لهم وتأخذ الموعد بعد أن يكون لديك الموعد ستعرف كيف هم الوراق الأساسيين أهم الوراق أول شيء ستكون تستيق من عندك سبيسياليستة لا يمكنك أن تذهب لك بمجرد أن تستيق من الموعد لأن هنا يتطلب لك طبيب مختص سبيسياليستة في هذا المرض يمكنك أن تكون سبيسياليستة في هذا الحال يجب أن يكون الوراق الأساسيين لا يكون لديهم الوقت كيف هم الأساسيين أقل شيء ستكون لكي تستيق من الموعد لكي تستيق من الموعد ويأتي الموعد ويأتي الموعد بإستيق من الموعد لكني ستقوم بإستيق من الموعد الوراق الأساسيين بإستيق من الموعد ويأتي الموعد يجب أن تكون في موقع التمال الجماعي ويأتي الموعد إذا كانت أم ومريبائها لا تنسى معها كتاب الحالة المدنية لماذا كتاب الحالة المدنية؟ لأن في الحالة الأم إذا كان لديها وليدة إذا كان ولد أو جوج يزيدها 5% فوق ذلك الشيء الذي ستتخلص وإذا كان لديها 3% فوق 10% من ذلك الشيء الذي ستتخلص وإذا كان لديها 4% فوق 15% فوق ذلك الشيء الذي ستتخلص لا تنسى إذا كنت أم تدي معك الدفتر الحالة المدنية لكي تبيني الحالة سميته سوف ندوزع وثاني بين الوراق التي ستحتاجه إذا كنت تعرضت لهذا الشغل هنا في هذه الحالة تقدر تكون مرطي وصافي وذلك الشيء الذي أعطي الله أو إذا كنت تعرضت لهذا الشغل يعني كنت خدام وتحتي في الخدمة ديالك وتعرضت لهذا الشغل وأعترف لك به المشغيل ديالك ودستي في لاموتوا دي ترباخه هنا في هذه الحالة هذي قد تحتاج تدي معك البارتي ديال لاموتوا أنت عن المرة اللولة مثلا تحتي فيها أو تعرضت لهذا الحديث أو تحت عليك شيء حاجة أو تقصي فيها بشيء حاجة بصيفة عامة هنا في هذه الحالة هذي سيخصي تدي معك البارتي ديالا موتوا سيكون السؤال على الثاني بزاف ديال الناس يقول لك وش هات الشيء خاص غيب الناس اللي يخدامي في كوينتا خينة ولا حتى الناس ديال كوينتا بروبيا خاصهم وشنو هما الوثائق اللي يخصوم يديهم معهم إلى كنتي من الناس ديال كوينتا بروبيا هنا في هذه الحالة هذي كوينتا بروبيا كيما نقول لكم ديما هما الناس اللي كي يشتغلوا الحسابهم يعني التجارة أي حاجة بروبيا من كوينتا بروبيا ولا كوينتا أخينا فهذا الحالة هذي إذا كنتي اوتونومو سيدي معك ثلاثة ديال ريسيبوس الخرين باش كتخلص لسيغوردة سوسيال كومو اوتونومو هذوك الريسيبوس ضروري سيديهم معك كنت نحتل هنا يعني الامور واضحة سيكون يعني مشروط اللي خصة توفر فيك تكون الوراق يجبتهم عند اسبياليستة ماشي من الميديكو ديكابي سيرة يعني تكون السيف الميديكو ديكابي سيرة وصفتك عند اسبياليستة اللي هو مخصص في ذلك المراض هذي اول حاجة يكونوا الوراق مفيتينش ست شهور كنتي ام تدي معك الحالة المدنية باش إلا كنتي عندك ولد عندك خمسة في المئة جوج ولاد عشرة في المئة عندك ولد ولد ولا جوج ولاد خمسة في المئة عندك جوج ولاد عشرة في المئة عندك فوق ثلاثة الولاد خمسة في المئة هذي هي الأمور اللي خصكم تعرفوها وضروري خصكم تعرفوها ما يمكنكش دوز لينس بلا ما تاخد يعني موعد بالنسبة للناس اللي هو مخداوي يعني العجز المؤقت ودوزوا واحد المدة اللي كتفوت سنة إما عن طريق سيكولوجو ديال العظام ديال الظهر ديال اي حاجة دوزي واحد المدة اللي كتفوت سنة خصكم تعرفو بأن الدولة في هذا الحالة هذه هي اللي كتحيلك على اللينس يعني الى واحد المدة ديال سنة في الانكباسيتات التمبورال هنا السيغورة السوسيال هي اللي كتدير هذ الامور هذي وياللي كتحيلك على الانستيطوتو ناسيونال ديال السيغورتات السوسيال المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي هنا في هذا الحالة هذه ما غادش تمشي طلب الراسك هنا هتكون مجبر تدوز لهذ هذ المؤسسة هذي تدوزوك التريبونال ميديكو ما يسمى قاضي ديال الصحة كما بيسوا تسميه بالعربية هما اللي كتدوزوك له وهنا كيبقى القرار بين الدين من بعد ما كي درسو يعني الدوس ديالكم وكيشوفو الامور ديال طبيب سبيسياليستا كيبقى القرار بين الدين القاضي واش يعطيك لا انكباسيتات ولا يردك للعمل ديالك فهذه الحالة هذي بزاف ديال الناس كيتساءلوا هذا السؤال هذا خرج القرار ديال القاضي حكم لي القاضي باناني ما منحقيش فلا انكباسيتات واش منحقي في الريكورسو واش نحقي وكيفاش نقدر نديرو طبيعة الحال منحقيك في الريكورسو اي انسان تعرض للرفض منحقيه في الريكورسو ان القضاء بصفة عامة كي يعطيك الحق في الاستئناف ولكن النصيحة اللي قدي نعطي لكم اي واحد فكر يدوز لهذا الانستيتوتو ناسيونال ديالا سيغولات سوسيال قبل ما يدوز يحاول يجمع الوريقس ديالو ديال سبيسياليستا ويشوف المرض اللي فيه ويحاول يلجأ الواحد المستشار قانوني في هذا المجال هذا باش يعرف لان هاد الناس هادو يكون عندهم جريبة وعندهم خبرة وهو غي يقدر يقول لك واش هاد المين في ديالك رابح مئة بالمئة ولا مرابحش ولا ركريكة خربك لان بزر ديال الناس لان احنا ماشي اطباء بطبيعة الحال تقدر انك تكون تحسب واحد الالم وهو ما الاطباء يعني مقدرين بان انت قادر تخدم بان الالم هاداك ولا بدك المرض هاداك فانتما تقدرش الراس تقول واش من حقق فليين يكاوبا هاد الناس اللي بغاو يدفعوا المينز قبل ان تتحول جمع الدواسة ديالك وتوجه الواحد المستشار قانوني للي كي عرف هاد الامر هادا ويقدر يقول لك واش المين في ديالك بش حال النسبة المئوية غير وهنا قد يتحكم واش من صالح تزيد في هاد الامر هادا ولا ترجع للنور بطبيعة الحال إلا تعرفتين الرفض كذلك إلا تعرفتين الرفض حاول تهز ذلك الملف ديالك وتلجأ لواحد المحامي ولا مستشار قانوني اللي كيعرف فهذه الأمور هذي باش يقدر يعطيك النصيحة وش يمكن لك ولا ما يمكن لكش وكين واحد حاجة أخرى بيتنقولها لكم هي لا ينكباسيداد ولكن بارسيال ماشي توتال كين لا ينكباسيداد توتال هي فاش كتكون كتمنع من مزاولة النشاطات المهنية بصفة عامة واكين لين كباسيداد بارسيال هذي كباسيداد بارسيال هي صعبة الشي شوية علاش لان انت فاش كي اعتروا لين كباسيداد بارسيال كيمانعوق تقوم تغادر وتطوير كين واحد من نوع الميهن وهنا بطبيعة الحال دك النوع الميهن تقدرة تكون هي الحرفة ديالك ولا شي حاجة دونك هناك يسعب عليك تلقى خدمة أخرى واني اللي خايب هذي تتخلص واحد الصالير اللي هو بايح بزاف دونك هناك تقول لي مجبر تقلب على خدمة أخرى او لا تدير شي افورميسيون اللي تقدر تخدم بها في شي خدمة اخرى من غير ذاك الخدمة اللي كتدير ديما شكرا بزاف لك على الناس اللي تبعوا الفيديو من الول تالخر الى كان الموضوع مفيد ما تنساوش تشتركوا في القناة غادي يكونوا مواضيع مفيدة بزاف وان شاء الله غادي ندير فيديو خاص بالناس اللي يعني الى كنتي عندك شهادة طبية واش شركة من حقها تطردك ذاك الموضة اللي كتكون فيها يعني فلاين كابا سيدا التمبورال اللي هي الشهادة طبية ولا يعني ذاك الباخة ميديكا اللي كنقولونا في اسبانيا واش من حق شركة تطردك ولا لا ساينو فيديو ان شاء الله قريب شكرا لقاعد الناس اللي يترحوا عليها سؤال فاد الموضوع هذا انتمنى يكون فادكم وانتمنى ان نكون شرحت لكم قاعد الامور بتفصيل كان معكم سوفيا المرزوقي من قناة سوفيا المرزوقي المساعدة المهاجرين في اسبانيا والسلام عليكم